حل رئيس المجلس الوطني صحراوي حمى سلام اليوم السبت بالجزائر في مستهل زيارة تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعب الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي واستقبل سلام لدى وصوله مطار هوارب مدينة الدولي من قبل موسى خرفي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري والوفد المرافق له بحضور ميلود تيسوح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر الصحراء الغربية وكذا سعيد العياش رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي